اشتركوا في القناة رابط قناة التليجرام هتلاقوه في اول تعليق مثبت ازفر الفيديو وكمان في صندوق الوصف كمان لو عجبك المحتوى ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني الاشعارات بكل درس انزل ودلوقتي نبدأ في الدرس بتاعنا هو درسنا النهاردة بيتكون من 3 اجزاء اول درس قصة هي قصة جاك and the beanstalk يعني جاك وساق نبات الفصولية وليه قصة خيالية هنقرأها ونتعرف عليها مع بعض تاني جزء خاص بالفوناتكس او الصوتيات هنتعرف على اصوات الحروف المتحركة اللي هي الفاولز هنتعرف على الشورت فاولز اللي هي الاصوات القصيرة المتحركة واللونج فاولز اللي هي الاصوات المتحركة الطويلة وامتى ننطق الصوت قصير وامتى ننطقه طويلة كمان الجزء الخاص بالرياضيات او الماث ازاي هنفتكر طبعا الكسر الفراكشن اللي احنا اخدناه في سنة رابعة مع بعض ازاي نقرأ الكسر وهنعرف مكوناته وكمان هنتعلم ازاي نقرأ العدد العشري فيارد تتابعوا الدرس للاخر وتسمعوا الفيديو الاخر علشان تستفيدوا بكل نقطة في الدرس هنبدأ الدرس بتاعنا بالكلمات الاساسية اول كلمة معنا كلمة كاسل 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 يعني قلعة لاحظوا حرف ت هنا سايلنت ما بيتنطقش كاسل ده النطق بتاعها وممكن تنطق كاسل كاسل في الانجليز البريطاني أو كاسل في الانجليزي الامريكاني النطقين صح كاسل أو كاسل يعني قلعة زي ما حضرتكم شايفين تاني كلمة معنا كلمة كلمة يعني فقير زي ما انتم شايفين في الصورة بعدها ريتش 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 يعني غني زي ما انتم شايفين بين ستوك بين ستوك بين ستوك اللي هو ساق نبات الفاصلية بين ستوك مقطعين بين ستوك جولدن 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 ايج جولدن ايج بيضة زهبية جولدن ايج جاينت 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 يعني عملاق جاينت 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 فري 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 يعني حر زي ما انتم شايفين جاك بعد ما هرب هو والدجاجة اللي بتبيض البيضة الزهبية فهما كده اصبحوا فري احرار فري فري يعني حر اكس 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 اللي هو الفأس جاينت تيريبول 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 يعني فضية زي العملاق اللي انتم شايفينه في الصورة ده نقدر نقول عليه تيريبول تيريبول يعني فضية بعد كده معنا الكلمات الاضافية اللي هي الاكسترا فوكابيلاوي طبعا الماتيري اللي أنا مصوره في الفيديو ده هو من كتاب المعاصر طبعا هتلاقوه في قناة التليجرام زي ما قلت لحضراتكم وكمان هتلاقوه التمرين بتاعة الدرس اللي هتحلوها وان شاء الله هصححها زي ما اتفقنا هنقرأ الكلمات الاضافية مع بعض اول كلمة كلمة سعر أو ثمن بقرة بلدين 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 مبنى بينز بينز حبوب الفصولية كيج كيج قفص كلاود كلاود سحابة طب طب قمة كوين كوين عملة معدنية هن هن دقاقا شخص خاص أو مميز غاضب سحري جاء كلاود سحابة بعد كده هننقل على الجزء الخاص بالأفعال طبعا فيه الأفعال المنتظمة اللي بيضاف لها إيدية لما من الحوالها الماضي والأفعال الشازة اللي يبنى أحفظها زي ما هي ومالهاش قاعدة زي ما اتفقنا قبل كده عندي هنا كلايم كلايم يتسلق طبعا حرف البي الأخير سايلنت ما بيتنطقش مش هننطقها كلايم لا هننطقها كلايم كلايم يتسلق كلايم تسلق كاونت كاونت يعد كاونت كاونت كراي يصرخ كرايد شوب شوبت جراب يعني يكذب أو يخطف جراب ريش يصل ريش يصل ريشت ريشت وصل سيف سيف ينقذ سيفد سيفد أنقذ باي باي يشتري بوت بوت سيل سيل يبيع سول سول باع ثرو يرمي ثرو رمى فال يسقط فل سقط رن يجري رن رن جر ميت يقابل مت قابل بعد بعد كده important expressions and prepositions التعبيرات وحروف الجارة الهامة اللي وردت في الدرس أول تعبير معنا stay with stay with يعني يبقى معا run away run away يهرو as soon as بمجرد أن chop down chop down يعني يقطع on the way to on the way to في الطريق إلى throw out of throw out of يرمي من go up to يرتفع أو يعني إلى أول حاجة معنا هنا أو أول جزء من الدرس وهو القصة بتاعة الوحدة وهي jack and the beanstalk jack وساق نبات الفصولي jack and the beanstalk القصة متأسمة إلى the beginning البداية the middle المنتصف والصفحة اللي بعدها the end اللي هي النهاية هنا أول حاجة بداية القصة jack and his mother were very poor jack ومامتو كانوا فقراء جدا في هنا كلام بين علامتين اقتباس اللي هما العامتين معمولين بالأحمر دول علامات الاقتباس بيتحط جوال كلام اللي هو مش بتاع الشخص اللي بيحكي لا بتاع أحد الشخصيات اللي في القصة الكلام بتاع مامت jack بتقول go to the market and sell our last cow go to the market and sell our last cow بتقول روح السوق وبيع آخر بقرة متواجدة عندنا say jack's mother ده كلام مامت jack زي ما اتفقنا please بتقول كمان please من فضلك get a good price get a good price يعني بحها بسعر كويس jack يا jack on the way to the market في طريق للسوق jack met an old man jack قبل راجل كبير فراجل كبير بيقول I have these special beans I have these special beans special beans الفصولية يعني أنا معايا الفصولية المميزة دي do you want to buy them هل تريدش رأهم they will make you rich they will make you rich الفصولية يتخليك الحبادية يتخليك غني هو بيحاول يغريه بان هو يشتريها set the man jack bought the beans jack اشترى الفصولية من غير ما يفكر ولا يناقش الراجل ولا يسأله طب هي ايه المميز اللي في الحبوب دي هتخليني غني ازاي طبعا jack خدها كده منه وديه والتمن البقرة اللي معاه اللي هو كان هيباح but his mother was very angry مامتو كانت غطبانة جدا بتقوله we need food لما رجع لها بحبوب الفصولية غطبت منه وقيته احنا محتاجين اكل jack ya jack not beans مش حبوب الفصولية هناعمل بها خمس او ست حبات فصولية منهمش لازمة she threw them out of the window رمتهم من الشباك زي ما انتم شايفين كده فjack بيقول لها sorry mom آسف يا أمي said jack i thought they would help us اعتقدت انهم ممكن يساعدون ويخلون اغنية فعلا jack went to bed زهب للنوم he was sad كان حزين and very hungry وكان جاء عجد the middle منتصف القصة the next morning الصباح التالي jack saw a very tall beanstalk in the garden شاف ساق نبات فصولية طويل في الحديقة it went all the way up to the clouds فضلت فضلت تطول لحد ما وصلت للسحاب jack climbed the beanstalk jack تسلق نبات الفصولية الساق دياتي at the very top لحد ما وصل للاخر خالص he saw a castle شاف قلعة jack went inside jack دخل to see if anyone needed help عشان يشوف لو اي واحد محتاج المساعدة فجأة suddenly jack saw a very big giant يعني jack شاف عملاق كبير جدا he was counting bags of gold coins كان بيعد حقائب من العملات الزهبية there was a hand كان في دجاجة on the table على المنددة أو الترابيزة يعني the hand was in a cage والفرخة كانت محبوسة في أفص next to the hand بجوار الدجاجة was a golden egg كان جنب الدجاجة بيضة مصنوعة من الدهب the hand looked very sad الفرخة بدت حزينة جدا it was a magic hand كانت فرخة أو دجاجة سحرية and it could talk وكانت بتقدر تتكلم بتكلم جاك بتقوله help me please من فضلك ساعدني cry the hand وكانت بتبكي save me from this terrible giant انقذني من هذا العملاق الفضيع أو الرهيب هنا the end نهاية القصة as soon as jack reached his garden ومجرد ما جاك وصل الحديقة بتاعته he grabbed his axe سحب الفاز بتاعه أو جذب بشدة فأسه he chopped down وقطع the beanstalk قطع ساق نبات الفصول يا دواتي ليه طبعا عشان العملاق اللي هو لما أخذ الدجاجة فالعملاق طبعا إيه جار ورا عشان يسترجع الدجاجة اللي طبعا بالنسبة له مصدر السروة والعملاق الزابية دو كلها لكن طبعا عشان هو يتخلص من العملاق فأم بقطع ساق نبات الفصول يا زي ما انتم شايفين كده في الصورة the giant the giant fell on the ground وقع على الأرض and ran away the hand was happy والدجاجة كانت سعيدة it was free at last كانت حرة في نهاية القصة thank you for helping me jack شكرا لمساعدتك لي يا jack أو شكرا لمساعدتك لي يا jack you are a kind boy أنت ولد طيب الدجاجة اللي بتقوله كده can I please stay with you and your mother ممكن أقيم معاك أنت ووالدتك jack and his mother weren't poor anymore لم يعودوا في قراءة jack وممته تاني they sold the golden eggs to buy food باعوا البيض الزهبي عشان يشتروا الطعام jack and his mother lived happily ever after بعد كده عاشوا بسعادة بقية حياتهم احنا كده أخذنا الجزء الأول من الدرس وهو الجزء الخاص بالقصة الجزء الثاني معنا وهو the vowels الأصوات المتحركة طبعا الأصوات المتحركة معروفة لها نطق أو صوت قصير أو بتتنطق بطريقة مش ممدودة وممكن تتنطق بطريقة طويلة أو الصوت بيبقى ممدود طب تعالوا كده نتعرف على بعضهم يعني مثلا حرف the a لما يكون صوته قصير أو مش ممدود بيتنطق a زي ما أنا بنتعك كده زي man go يبقى صوت the a القصير أو short vowel بتاع حرف the a هو زي ما أنا بنتعك كده طيب the letter i makes the sound a طبعا ده الرمز الصوتي اللي أنا مشاور عليه بالليزر الأحمر دواتي ده الرمز الصوتي اللي هو محطوط بين شرطتين طيب احنا عايزين نفهم طب ال i الصوت القصير أو الشورت فاول بتاعه ايه؟ هو صوت ال i القصير ايه؟ زي ما أنا بنتعك كده ايه؟ 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 زي صوت الكسرة في الحرب كده بالظلط هو هو نفس الصوت خلاص يبقى عرفنا ان الصوت القصير بتاع ال i ايه؟ ايه؟ زي كلمة milk milk fish طيب بعد كده اه ازاي أنطق اه او ايه صوت ال i الممدود او اللونج فاول بتاع ال i وامتى امد في صوت حرف ال i بيقول هنا ببساطة كده لما ال i يبقى وراه هنا حرف مكان الشرطة دي والحرف ده يكون ساكن مش متحرك يعني ما يكونش من الخمسة دول وهنا في الاخر بيبقى فيه اي ايه ده نقدر نسميه magic e او ايه السحري وده بيسحب حرف ال i ويخليه يتنطق ممدود او طويل يتنطق اي يعني حرف ال i يخلي ال a يقول اسمه يتنطق زي اسمه يعني نطقه اي زي ما هو كده طيب نسمع كده grapes سمعينا صوت ال a اهو زي اسمه بالظبط اي وانا نطقته او طلع الصوت بتاعه اي اي grapes cake bake لو ال a تبع بحرف ال y برضو ال a هيكون مندود يعني ال a هيقول اسمه هيتنطق زي اسمه اسمعوا كده play اي اهو سمعين صوت ال a اهو زي ما هو زي اسمه بالظبط a play say say حرف ال i هيحصل مع نفس الكلامة اللي حصل مع حرف ال a لو هنا في ماجيك اي ليه السحرية اللي اتفقنا عليها وهنا طبعا في بينها وبين ال i حرف ساكن حرف ساكن يعني ما يكونش من الخمسة دول ال i برضو هيتنطق زي اسمه هو اسمه i احنا هنقول i واحنا بنطق اسمعوا كده lime 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 اللي هو الليمون سمعين صوت ال i هنا زي اسمه بظلط lime rice نفس الفكرة rice ice rice حرف ال i لو تبع بحرف a هننطق ال i زي اسمه وال a مش هننطقه يعني ننطق كده i i وال a مش هننطقه زي bin ميت ده الجزء الخاص بالصوتيات ودلوقتي معنا الجزء الخاص بالرياضيات هنتعلم النهاردة عن decimal fractions decimal fractions decimal decimal fractions كسور العشرية هنتعلم ازاي نرى الكسر العشري طيب تعالوا رجاء في الاول الكسر العادي اللي احنا تعلمناه في صناعة ربا a fraction a fraction لو الكسر a fraction is a part of a whole a fraction is a part of a whole يعني الكسر هو جزء من الواحد الصحيح زي ما تعلمنا في الرياضيات a fraction consists of two parts a fraction consists of two parts الكسر بتكاون من جزئين الكسر العادي اللي احنا عرفين بتكاون من جزئين زي ما اخذناه السنة اللي فاتت numerator numerator اللي هو البسط وال denominator denominator اللي هو المقام وعالمة الكسر كان اسمها fraction bar fraction bar يبقى عندي numerator اللي هو البسط اللي هو من فوق وال denominator اللي هو المقام اللي هو من تحت وال fraction bar اللي هو شرطة أو علامة الكسر هنتعلم ازاي نقرأ العداد العشرية او الكسور العشرية اول حاجة عند النصف اسمه a half a half النصف equals equals يساوي هنقرأ الكسر العشر كده zero ده الصفر العلامة العشرية نقرأها point point وبعد كده هنقرأ الارقام عادي مش هنقول 50 من 100 او 3 من 10 او 40 من 100 زي ما بنعمل في الرياضيات بتاعتنا لا لا احنا هنقرأ الارقام بشكل عادي من اليسار لليمين five zero هتبقى كده zero point five zero بعد كده one third one third اللي هو التلت equals يساوي zero point three 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 بعد كده a quarter a quarter equals يساوي zero point two five بعد كده three quarters three quarters equal يساوي zero point seven five two fifths two fifths يعني خمسين equals zero point four zero بعد كده معايا one fifth one fifth يعني خمس equals zero point two zero zero point two zero بالكده نكون يا عزائي خلصنا الدرس بتاعنا اتمنى يكون الشرح عجبكم وقدر تفيدكم ما تنسوش لو المحتوى عجبكم تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان تقدروا تابعوا معي بقية المنهج نلتقي ان شاء الله قريبا في فيديو جديد شكرا للمشاهدة